نعيد الكرة مرة تانية أو نعيد الحديث مرة تانية بصوا يا سادة من يوم 7 أكتوبر بدأ القضاء والزعماء في العالم يبدأوا يعملوا اتصالاتهم بالرئيس يوم 7 أكتوبر أول اتصال جي من إيمانوال مكران الرئيس الفرنسي يخاطف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان يبدأ يطلع على ما يحدث ويتبدأ تتعامل الوساطة لأجل تهدئة لأنه مما لا شك فيه للأسف الشديد أنه العالم كله تخض من اللي حصل يوم 7 أكتوبر وبداية عملية طفان الأقصى من 7 أكتوبر لحد اللحظة اللي أنا وإنت بنتكلم فيها لم تهدأ الاتصالات حلو؟ طيب هل فقط هي اتصالات ولا أنه زعماء وقادة العالم بدأوا يتوافدوا على القاهرة الحقيقة أنه حصل بالفعل توافد إلى القاهرة إحنا شفنا الإيطاليين شفنا الألمانشو إلى آخره مش بس كده حتى زي ما أنا بقول لك رئيس مجلس قدارة العالم تحديدا الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بالاتصال بفخمة الرئيس ثلاث مرات وبعد كده حصل يوم السبت قمة القاهرة للسلام وقمة القاهرة للسلام تحتاج وحضرتك أكيد من حقك أنك أنت تفهم المزيد من الشرح علشان فيه ناس بتتكلم تقول طيب وليه القمة ما خرجتش ببيان ختامية تعلق بمقرارات وقرارات نهائية علشان نقدر نضع وقف لإطلاق النيران وهذا العدوان على غزة بصوا يا جماعة في كده كلمة دايما نقولها يقول لك الحرب ما هيش سحبة نبوت ويلا يا جدع وهنضرب وهنخلص وسلامه عليكم ناخد بعضنا ونروح سعداء هانئين ونتعش عشوة كويسة ونريح راسنا على المخد الحرب شيء بقدر فضعته بقدر صعوبته الحرب ما هيش خيار سهل على الإطلاق على أي دولة في الدنيا بل إن الدول التي تختار الحرب دائما في خياراتها الأولى أو تضعها في أجندة الأولويات بتروح دخلة في مستنقعات مبتعرفش تخرج عنها وقعد بقى تفرج على فيتنام وتفرج على أفغانستان لم تستطع الوقت المتحدة الأمريكية أقوى جيش في العالم إنها لا تهزم الفيتناميين ولا تقضي على حركة طالبات ده على سبيل المثال الحصر ده مثلا كده أنا بكلمك على حروب استمرت بالعشرين سنة من قبل أقوى جيش في العالم ولم ينجح ده دمرة واحد طيب إنت متصور خد بك كده كل بس أصل الموضوع في فلسطين من سنة 48 أقول لك لأ بقى له يجي ميت سنة ميت سنة والعالم كله واقف ضد القضية العربية ده العالم كله هي مش بس أمريكا أو أنت متصور إنه مثلا بريطانيا كانت مع الفلسطينيين ده هي اللي وعدت في 1917 بس أرجعك على الأدي إحنا عملنا قمة القاهرة للسلام واحد علشان يتم طرح قضية الصراع العربي الصهيوني مرة تانية على الأجندة الدولية أدي واحد اتنين ليس مجرد طرحا عاديا وإنما توضع فلسطين في بقرة الحدث وفي بقرة النقاش وفي بقرة الشغل الشاغل لقيادات العالم تلاتة وده نجاح مزهل بالمناسبة اللي هو إيه بقى العالم كله لأن له مصلحة ما أو خليني أقولك الغرب كله لأن له مصلحة ما غربا وشمالا له مصلحة ما في مسألة أوكرانيا والأزمة الروسية الأوكرانية وما إلى ذلك فكل الأنظار والجهد والمساعدات والتسليح والفلوس كلها كانت ذاهبة بمنظرها إلى الحرب الروسية الأوكرانية لبدأت يوم 24 فبراير سنة 2022 ومستمرة حتى هذه اللحظة إنك تنجح في إنك تحول أنظار العالم من أوكرانيا إلى فلسطين ده نجاح فعلا يدعو للدهشة فعلا يدعو للدهشة طيب إنك تجيب خد بالك بقى 31 دولة تيجي القاهرة في يوم واحد يعني الرئيس يقول نصا كده نحن سنفعل مؤتمر القاهرة للسلام يوم السبت الجاي الرئيس يقول كده فتجد قدامك 31 دولة ما بين رؤساء قادة زعماء أمراء ملوك رؤساء حكومات وزراء خارجية مبعوثين خاصين ثلاث منظمات أممية ومنظمة ثلاث منظمة الأمم المتحدة عندك الاتحاد الإفريقي عندك الاتحاد الأوروبي عندك جامعة الدول العربية الكل حاضر على مائدة المفاوضات المصرية ألا وهي قمة القاهرة للسلام ده إنجاز رابع وبالمناسبة ما حدش فلح يعمل الحكاية دي من 48 وحتى هذه اللحظة طيب تعالى أخذ نمرة خمسة بقى عشان نفهم أكدر هو مجلس الأمن مجلس الأمن اللي هو عمليا مجلس إدارة العالم للسلم والحرب عرف ياخد قرار ضد إسرائيل من 48 لحد دلوقتي لا هل اتخذ قرارات اتخذ البعض طب إسرائيل نفذت لا طب الأمم المتحدة لديها أكتر من قرار يصب مفترض إنه في الصالح الفلسطيني اتنفذ برضو لا طب بلاش محكمة لاهاي لديها بعض الأحكام والقرارات للصالح الفلسطيني اتنفذت لا طب معاهدة جينيفر الرابعة التعديل التسعتاشر من المعاهدة هل الإسرائيليين نفذوا لا حط ده كل ده على جنب حصل مشروع كبير لو تتذكر فضلنا نمشي فيه وصولاً لتلاتة وتسعين اسمه اتفاقية أوسلو فين اتفاقية أوسلو النهاردة باي باي مش موجود اذا في السياسة المسألة هي تراكم وبالتالي اللي نجحت فيه القاهرة من خلال الخمس نقاط السابق ذكرها هي انها تخلق زخم وتراكم علشان نقدر نوصل في وقت ما كلنا بالتأكيد نتمنى ان يكون قريباً بس قريباً في السياسة وفي اعمار الدول وفي شكل من اشكال الصراعات التاريخية اللي بالحجم ده قريباً دي مش الاسبوع الجاي والشهر اللي بعده قريباً دي بتاخد وقتها جداً للاسف بس بتاخد وقتها خصوصاً انه انا وانت والملايين بل قول حتى المليارات على مستوى العالم يعلمون جيداً ان الموقف الاوروبي والموقف الامريكي اصلاً ضد الفلسطينيين واصلاً دعم للإسرائيليين فانت متصور انهم هيغيروا مواقفهم بين عشية وضحاها ويقولوا يا خبر بيض لا خلاص بقى يلا بينا يا جماعة احنا هنمضي وهنختم وهنبصم على حل الدولتين واحنا قاعدين كده بلمتنا الحلوة المسألة ما هياش كده المسألة شديدة الصعوبة الجهد اللي بزلته القيادة المصرية انه الناس دي كلها تيجي هنا وفي نفس الوقت بيقولك هو جهد وما بين قصين مضروب فيه ثقل سياسي حقيقي وعميق جداً لمصر مش بس على مستوى المنطقة مفيش حد تلقى اتصالات ولا عاصمة تلقت زيارات كما تلقتها مصر للبحث والتباحث حول هذه الأزمة الراهنة ومستقبلها الكل يعلم انه البداية والنهاية في القاهرة